طيب دي كانت رؤية المهندس عدلي في ضبط المصطلحات وحق النقد ونقد الحق وازاي الناس بتنقض حاجة لم تبدأ بعد بس هي ايه التي لم تبدأ بعد الاخبار اللي نشرت عنها قصتها تفاصيلها وضعناها لكم كلها في الغربال هنستعرض كل المردود اللي حصل حوالين هذا القرار وبعد كده المهندس عدلي يتحدث عن حيثيات هذا القرار ووجهة نظره في كل ما أحاط هذا القرار مجلس إدارة النادي الآلي بدأ اجتماعه النهاردة في العشرة صباحا بالوقوف دقيقة حدادا على روح أمير الكويت الراحل ودع الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته والشعب الكويتي الشقيق الدعاء بالصبر والسلوان بعدها بدأ مجلس الإدارة اجتماعه اتخذ قرار فيما يخص قطاع كرة القدم بناء على توصيات لجنة التخطيط في النادي بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة القرار تضمن إيه؟ انهاء العلاقة التعاخدية مع رينيف فيلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده نظرا لمطالبه أو لصعوبة تحقيق مطالبه الطريقة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاخد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لعبه للتركيز والاستعداد القوي للمرحلة القادمة إذن القرار الأول انهاء العلاقة التعاقدية مع رينيف فيلر ليه؟ لصعوبة تحقيق المطالب الاستثنائية اللي طلبها واللي بنودها تخرج عن نص العقل ممكن نوضح نقطة صغيرة هنا وانت صاحب الفضل فيه لا تفضل انبرة كنت بتكلمك في التليفون وناس كتيرة قوي استغربت من العمل وفايلر في المؤتمر وانه قام ومرضاش يجاب على باقي الأسئلة عندما يعني خرج السؤال عن المباراة يعني أي من محب قاعد قال لهم ما تسألوش حاجة غير في المباراة لقى الأسئلة هتبتدي انت قاعد ولا ماشي وإيه الأسباب قام أول مرة وبعد الرجعة تاني بعدين لما لقى فيه إصرار قام ومشي ناس كتير هجمت هذا التصرف وقالت الراجل ده ودع مصر بأسوأ اسلوب لان كان فيه تعالي كان فيه غرور كان فيه عدم احترام الناس كل لقى الآن الناس وانا بكلمك نبهتيني النقطة مهمة جدا قلت لي الراجل ده ما كانش عايز يستدرج عشان ما يعلنش قبل واحد عشر قبل واحد عشر اللي هو الساعة 12 يعني لو كان قاعد بعد ساعتين كان جاوبهم ايوا ليه كانت المسألة اللي بيتكلموا بقى في الاحترافية ليه النادي الايه النهاردة بيعمل اجتماع الصبح مجلس إدارة وبعدين يعلن لان خلاص احنا في واحد عشرة بالزبط فواحد عشرة اللي كان هيقع في فخ انه يعلن من جانبه انه بيفسخ العقد كان هيدفع شرط الجزائي فهو ريني فايلر واضح ان المحامي والوكيل بتاعه مفطمينه كويس ما تنطقش بكلمة انك ماشي وواضح النادي الايه اللي شغال قانوني نخش ع الجزئية التانية بقى ساة زبراهيم من واحد ليه من واحد لعشرة ناس كتير قالت ايه ايه العقد اللي بيتكتب ان من حقك انك انت تناخش الامر من واحد لعشرة اكتوبر اه في الاول ده كان التاريخ اللي كان على نهاية البطولة البطولة الافريقية النهاردة زمالك فاطن الى هذا واستفاد من تجربة الاهلي وعملها من واحد لعشرة الهداشرة اذا انت بتستفيد وبتعمل كل اجراء يحميك من غير موقعك في طائلة الشرط الجزائي